السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا العزاء. طلاب الصف الثالث السنة. ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في حل وشرح اسل الكتاب الوافي. المراجعة النهائية نسخة عشرين اتنين وعشرين. الحلقة رقم اربعة وتلاتين والاختبار رقم اربعة وتلاتين في الكتاب الكامل والاختبار رقم اتنين فيه الاحماض والاستارات صفحة مية وسبعين حتى صفحة مية اربعة وسبعين. السؤال رقم واحد بيقول ما الترتيب التصعودي الصحيح للأحماض التالية حسب القاعدية. حمد الاساتيك بيبقى وحادي القاعدية. حمد الاكزالك بيكون سنائي القاعدية. حمد الستيك بيكون سلاسي القاعدية. يبقى الوحادي اقل من السنائي اقل من السلاسي. يبقى الاختيار الف هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم اتنين بيقول لي يعتبر حمد الخليج او الاسيتك من الاحماد حمد الخليج من الاحماد العضوية الضعيفة احدية القاعدية يبقى الاختيار الف طبعا حمد الخليج بيكون شكله كده CH3 COOH وحمد احد القاعدية عضوي والاحماد العضوية بتبقى احماض ضعيف سعر رقم 3 بيقول لي اي المحليل المولارية التالية اقل لقيمة في البي اتش اقل لقيمة في البي اتش يعني اعلى حامضية طيب احنا عندنا ده بيبقى الكحول في صفة حامضية ضعيفة جدا حمد الاسيتك ده حمد عضوي كاربوكسيلي الفاتي بتبقى الصفة الحامضية اعلى من الكحولات شوي لالضهايد مفيش في صفة حامضية ده برضو مش طاقة الضهايد يبقى احنا نختار له الاختيار بقى السؤال رقم 4 بقول لي هنا يمكن تحويل مجموعة الكاربوكسيل اللي هي COOH لمجموعة كاربينول اولية عن طريق الاختزال لو انا اختزلت في الخطوة الاولى هيعطي لنا مجموعة فورمايل بعد كده نختازل تاني في الخطوة التانية هيعطي لنا كاربينول اولي وبالتالي هيبقى الاختيار بتاعنا اختزال يبقى الاختيار الف السؤال رقم 5 بقول لي اي المركبات التالية لا يمكنه التفاعل مع بي كاربونات السوديوم وهيدروكسيد السوديوم ما بتفاعلش مع الاثنين الميسانول لا يتفاعل مع بي كاربونات السوديوم ولا هيدروكسيد السوديوم يبقى الاختيار ده والاختيار الصحيح حمض الفورميك بتفاعل مع الاثنين حمض الاوكزاريك بتفاعل مع الاثنين الفينول بتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم ولا يتفاعل مع بي كاربونات السوديوم يبقى الاختيار بتاعنا زي ما قلناه الف السؤال رقم ستة في السؤال رقم ستة بقول لي عند تفاعل حمض الاوكزاليك مع وافرة من هيدروكسيدو الصوديوم طبعا اده حمض الاوكزاليك سي او او ايش سي او او ايش هنفعله مع اتنين من هيدروكسيدو الصوديوم اتنين ان اي او ايش بناخد الهايدروجين مع ال او ايش فبيكون اتنين مية تو اتش تو او زائد سي او او ان اي اجزالات السوديوم سي او او ان اي يبقى اختيار باء سؤال رقم سبعة بقول لي اكس واي مجموعتين وظيفيتين في الشكل المقابل اكس واي الذي يمثل احد المركبات العدوية الهمة فاذا علمت ان اكس تتفاعل مع هيدروكسيدو الصوديوم ولا تتفاعل مع بي كاربونات السوديوم تتفاعل مع الهايدروكسيدو بقى المجموعة دي او اتش والمجموعة واي تتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم ومع بي كاربونات السوديوم ازا المجموعة دي ات مجموعة كاربوكسيل سي او اتش ازا الحمد بتاعنا هيبقى حمد السلسلك صعر رقم تمانية بقول لي المركبات التالية لا تتفاعل مع كاربونات السوديوم لا تتفاعل مع كاربونات السوديوم ولكن تتفاعل مع الهايدروكسيدو على طول الفينو اللي هو حمد الكربوليك. حمد الاستيك بتفاعل مع الاتنين. حمد الكحول الاسيلي مش بتفاعل مع الاتنين. حمد البنزيوك بتفاعل مع كربونات السوديوم وهيدروكسيد. السوديوم يبقى انت عاوز حمد ما بتفاعلش مع الكربونات يبقى حمد الكربوليك لو اسمه فينول. السؤال رقم تسعة بيقول لي يمكن الحصول على مركب ميتا كلورو حمد البنزيوك من الايصاي. بالعمليات التالية. بالمرة? دو انا عملت بالمرة للقصين هيعطي لنا البنزين طبعا البنزين مش بيتاكس يبقى على طول كده الاولانية غلط بالمرة هيعطي بنزين هعمل له الكلة هيعطي طلوين لما اعمل اكسادة للطلوين هيعطي حمد البنزويك حمد البنزويك لما اعمل له كلورة او هالجنة مجموعات الكربوكسيل بتوجه الى الموضع ميتا يبقى يكون ميتا كلورو حمد البنزويك يبقى حضرتك يبقى الصيغة بتاعتنا دا الموضع ارسو دا الموضع ميتا هنحط على الاسي ال يبقى الاختيار بتاعنا بقى سوى الرقم 10 بيقول لديك اربع مركبات عضوية حمد الاسيتك وحمد الكربوليك وحمد الفثاليك والايثانول طبعا حمد الكربوليك دا فيه نول دازم تخلي بالك منه والايثانول دا كحول وده بيبقى حمد اروماتي وده هو حمد الفاتي يبقى انت كده صنفت المركبات بتاعنا اي زوج من ازواج هزي المركبات التالي ممكن اتفاعل مع بيكربونات السوديوم طبعا ديت بيبقى خاص بالاحماد يبقى واحد وثلاثة يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى دا السؤال رقم 11 يعتبر حمد طبعا حمد السيطريك الصغة بتاعته بتبقى سي او سي اتش حمد السيطريك صغته بتكون تلاتة سي متصلين بيه تلاتة مجموعة بالشكل دا كده دا سي السي الاولانية بتبقى متصلة بدابل اتش وديت اتنين اتش برضو وديت بتبقى متصلة بو اتش دا حمد السيطريك ولا حمد سلاسة القاعدية وكحول احادي الهايدروكسيل ثالسي فعلا ادى سلاسة القاعدية وده كحول ثالسي احادي الهايدروكسيل جيب على طول الاف اختيار صحي السؤال رقم 12 ما الحمد الذي يمكن اجسادته واختزاله في نفس الوقت حمد السيطريك يمكن اختزاله فقط ولا يتأكسد لان في مجموعة كاربوكسيل فقط حمد اللاكتيك بيبقى صغطه كده CH3 CH C هنا OH وبعد كده COOH المجموعة دي تختزل والمجموعة دي تتأكسد يبقى هو الحمد اللي بتأكسد ويختزل في نفس الوقت حمد اللاكتيك سؤال رقم 13 بقول لي اي الاحماض التالية يحتوي على مجموعتين وظيفيتين حمضيتين مختلفتين حمد الجليسين حمد الجليسين بيبقى صغطه CH2 NH2 COOH طيب ده في مجموعة وظيفية واحدة حمضية والن H2 مش حمضية بتبقى قائل حمض اللاكتيك بيبقى CH3 CH OH COOH دول مجموعتين وظيفيتين حمضيتين لا ديت بيبقى المجموعة ديت الصفة الحمضية بتاعيتها ضعيفة جدا ليا لكحولية يبقى مش هينفع تختار له باق طيب تعال نشوف كده جيم هنا بقول لي حمض السلسلك أدى حمض السلسلك بيبقى في مجموعة الكربوكسيل وفي مجموعة هيدروكسيل في نولية الصفة الحمضية بتاعيتها أعلى من الكحولات يبقى نختار له حمض السلسلة حمض السلسلك بيبقى في مجموعة كربوكسيل حمضية ولكن الهيدروكسيل الكحولية اللي فيه بتبقى صفة الحمضية بتاعيتها ضعيفة جدا فهتختار له جيم سؤال رقم 14 بيقول لي هنا جميع صياغ التالية تمثل إسطارات معادة ده CH3 COO CH3 ده إستر اسمه أسيتات الميسايل ده إستر فورمات الإيسايل ده مش إستر يبقى كله معادة جيم طبعا دال هيبقى إستر برو بنوات الميسايل سوى الرقم 15 بوليما الإستر الناتج من تفاعل المركبين دول مع بعض بوليما الإستر الناتج من تفاعل المركبين طبعا المركبين بتونا كحول إيزوبروبيلي وحمض الأسيتك فالإستر بتاعنا هيبقى أسيتات CH3 COO هنأخذ من هنا O H وهنأخذ من هنا H والأو ده هي تتبقى بتاعة الحمض فطبعا الأو دي هتتبقى متصلة بمين بالCH كده اللي هي أصلا متصلة ب 3 H3 CH3 اللي هو هيبقى أسيتات الأيزوبروبيل ده الشكل اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاختيار إيه أليف سوى الرقم 16 بولي هنا الصيغة البنائية التي أمامك تمثل إيستر ينتج من تفاعله طبعا هنا جماعة الخير الحمض بتاعنا هيبقى حمض الأوكزاليك حمض الأوكزاليك ده متفاعل مع مين؟ متفاعل مع CH3 O H وكمان CH3 O H يبقى هو حمض أوكزاليك جزء منه متفاعل مع 2 ميثانول 1 مول من الإيثيلين جيلايكل مع 2 مول من حمض الأسيتك لا 1 مول من حمض الأوكزاليك مع 2 مول من الميثانول فعلا يبقى الاختيار بقى هو الاختيار الصحيح السؤال رقم 17 بولي ما الاسم الشائع للإيستر ده الإيستر ده اسمه بروبانوات الإيسيل أيوباك يبقى أيوباك اسمه بروبانوات الإيسيل طيب لو شائع البروبانوات اسمها بروبيونات بروبيونات الإيسيل بروبيونات الإيسيل اللي هو الاختيار جين السؤال رقم 18 بولي أي المركبات التالية تعتبر من الإيسترات طبعا الإيسترات بيبقى فيها مجموعة الـ C-O-O C-O-O طيب تعال كده نشوف الكلام ده في ألف انت عندك هنا C-O-O بعد كده C-O يبقى انت عندك هنا مجموعة C-O وديت كمان O وبعد كده متصل الـ O دهيت بالـ C-O طبعا ديت مش مجموعة في الإيستر طيب هنا لو بصيت على دول كده هيبقى عندك C-O-O يبقى ها دي المجموعة الوظيفية اللي احنا بنظهر عليها هيبقى الاختيار بتاعنا هنا طبعا مش موجودة هنا C-O موجودة ولكن بعيدة عن الـ O تبقى برضو ومش نافع سؤال رقم 19 بيقول ما الترتيب التصعودي الصحيح للمركبات العضوية حسب درجة الغلاية طيب انت عندك هنا إيثانويك ده حمض وبعده كحول مستحيل الحمض يبقى أقل من الكحول الكحول بيكون قاعد طيب عندك إيثانوات الإيسال ده إستر الإيثانوات أقل من الحمض تمام بس الحمض مش أقل من الكحول يبقى برضو يضغلط عشان نفس السبب اللي فوق الإيثانوات كحول تمام أقل من الحمض تمام بس الحمض مش أقل من الإيستر طيب الإيثانوات أقل من الإيثانول أقل يبقى الاختيار ده الإيستر بيكون أقل من الكحول عشان الكحول بيكون رابط هيدروجينية في درجة غليانة وتبقى أعلى والإيثانويك بيكون رابط هيدروجينية أكتر وبالتالي درجة غليانة وتبقى أعلى بالاختيار ده سؤال رقم 20 الاسطر الذي يعطي عنده تحلل مائيا حمض الاثانويك طبعا ده هيبقى حمض بنزوك ده بنزوات يعطي حمض بنزوك ده بروبانوات يعطي حمض البروبانويك ده الاسطر اللي احنا بندور عليه اللي هو اسيتات هيعطي لنا حمض الاسيتك اما ده هيعطي حمض البروبانويك يبقى ده حمض بنزوك هيعطي لنا حمض البروبانويك هنا هيعطي حمد الاسيتك اللي احنا عاوزين لو الاختيار جيم هنا هيعطي حمد البروبان السؤال رقم 21 بولي ما المركب العضوي الناتج من التقطير الجاف لناتج التحلل المائي القاعد الاسيتات الاسايل تحلل المائي قاعد الاسيتات الاسايل هيعطي لنا اسيتات السوديوم CH3 COO NA طبعا انا لو عملت تقطير جاف في وجود ال NAOH والCAO وحرارة هيعطي لنا CH4 اللي هو الميسان و NA2 CO3 اللي هو الكربونات السوديوم هيعطي الميساني والاختيار بتاعك هيكون ألع سؤال رقم 22 جولي هنا التحلل النشادري لاسيتر بروبان نواة الميسايل تحلل نشادري ادى الحمد هيبقى CH3 CH2 CO NH2 هيعطي أميد الحمد العضوي والكحول اللي بتاعنا هيبقى CH3 CO أو CH3 OH الكحول اللي هو الميسانوه يبقى CH3 OH تمام ادى واحد اتنين تلاتة يبقى الاختيار الف زي ما احنا قلنا بالضبط يبقى الاختيار بتاعنا هيكون ألف سؤال رقم 23 بقولي هنا استر A استر A مشتق من ناتج أجسادة الطلوين يبقى ناتج أجسادة الطلوين اللي هو حمد البنزوك يبقى ده بنزوات حمد البنزوك عند التحلل النشادري لهذا الاستر نتج المركبين سي وبي فطبعا تحلل النشادرها هيعطي لنا بنزا 100 بنزا 100 عشان بنزوات هيبقى بنزا 100 يبقى هنا كده استر اسمه بنزوات ناتج من أجسادة الطلوين مشتق من ناتج أجسادة الطلوين اللي هو حمد البنزوك وهيعطي لنا بنزا 100 المركب بالتاني يقول لي فإذا كان المركب سي أروماتي وله صفة حامضية فأي الاختيارات التالية صحيح أروماتي يبقى إحنا عندنا دلوقتي ده أروماتي يبقى كان في فينول يبقى المركب بتاعنا المركب إيه هو بنزوات الفينايل والمركب به هو البنزاميد هيبقى الاختيار ألف الاختيار الصحيح طيب أكتب المعادلة إزاي أنا عندي كده حمد البنزوك أهو هيتفاعل مع الفينول اللي هو بالشكل ده كده والنتج بتاعنا هيبقى حلقة سي أو أو كمان حلقة ده اسمه استر بنزوات الفينايل نروح بعد كده للسؤال رقم 24 بول المشابه الجزئي لبنزوات المسايل أدى بنزوات المسايل سي ستة إتش خمسة سي أو أو سي اتش سري ده بنزوات المشابه له هتبدل دي مع دي هيبقى سي اتش سري سي أو أو سي ستة إتش خمسة اسمه إيه ده؟ اسمه أسيتات الفينايل في نايل. اللي هو الاختيار با. سؤال رقم خمسة وعشرين اخر سؤال في حلقة اليوم. بيقولي هنا ايه? احد المركبات التالية ينتج من تفاعل هيدروكسيد السوديوم مع الاسبرين على البارد. لو كتبنا صغة الاسبرين هيبقى حلقة بنزين. وعليها سي او او اتش. وسي او. هنا طالما ايل على البارد يبقى انت هتتفعل على المجموعة الحمضية. عشان هيسهل انفصال الاتش فيها. وبالتالي هيبقى عندي هنا كده الان او اتش. الان هتدخل على الاتش. وهيطلع الاتش مكانها فيكون مية. ويكون لي مركب صغته. حلقة بنزين. وعليها سي او 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 او. وهنا كده هيبقى السي ادل او. سي او. سي اتش سري. لو جدت دور على الشكل ده هتلاقي موجود فين. في الف. يبقى الاختيار بتاعنا الف. من كده اللي بوصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة بتوفيق شبابهم القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.